بسم الله الرحمن الرحيم في المعجم عن كلمة معينة بتجيلك في الانتحان ويقولك اكشف عنها في المعجم المعجم معنى كلمة معجم إنه عبارة عن كتاب نكشف فيه عن معنى الكلمات وضبط هذه الكلمات وأخذ الماضي والمضارع والأمر منها وأخذ أيضا المصادر المصدر والمؤنس والدموع كل شيء في الكلمة بتلاقيه في هذا المعجم كلمات المعجم بتلاقيها مرتبة زي مثلا اللغة الإنجليزية بتلاقي في حاجة عندكم اسمها ايه معجم برضو ولا اسمه ايه ليه عبارة عن كلمات موجودة مرتبة بترتبة على حسب الحروف بتاعتها اي بي سي برضو هنا الحروف بتاعت النغة العربية اللي قام بترتبة في هذا المعجم عبارة عن أبواب حسب عدد وترتيب الحروف الهجائي أصل الكلمة بتسمى زي ما قلت لكم المادة الحرف الأول قلنا بيسمى ايه؟ لما نجيب نكشف عن الكلمة بنقول الحرف الأول بنقول عليه ايه؟ حتى شبكت لكم عشان ما ننساش بباب المدرسة الباب في الأول بعد كده الفاصل فأول حاجة في أول الكلمة لبا بيجيب أصلها ونبدأ نتكلم نقول في كاشف المعجم عنها بنقول باب كباب حرف كذا وتاني حرف بنسميه فاصل مع مراعاة الثالث اللي هو الفاصل اللي هو الحرف الثالث ده كل الكلام عن الكاشف المعجم ويعني ايه معجم ويعني نكشف عن الكلمة فهنكشف ازاي؟ في خطوات بنعملها نركز فيها قوي وحنا بنعملها بنجيب الكاشف عن هذه الكلمة لو كانت الكلمة قدامي اسم جيب باسم في الامتحان واللي اكشف عنها في المعجم بنعمل ايه؟ بنحولها الى الفعل يعني الكلمة اسم بنحولها الفعل مثلا كلمة علم كلمة علم من الفعل ايه؟ عليمة مش كده؟ كلمة مثلا شرب من الفعل شريبة كلمة أكل دي اسم من الفعل أكلة كلمة مثلا محمود اسم محمود وده اسم برد اسم محمود من الفعل ايه عمد الحاق والميم والدال باب الحاق وصل الميم مع مراعاة الدال خلاص دي اول حاجة يبقى لما بنلاقي الكلمة اس في خطوات كده بنمسك الكلمة ونمشي بيها على حسب الخطوات اللي احنا عارفينه اول حاجة هشوف نوع الكلمة لو هي اس نحن نخولها للفعل ده انا قدر اجيب اصل الكلمة طب لو الكلمة دي كانت فعل مضارع او امر انا قلنا اي فعل بنجيب اصله في الزمن الماضي برضو كده لما ليجي نكشت عن الكلمة ودخل الكلمة دي فعل ونكون الفعل مضارع او امر بنمسك الكلمة نحولها الى الماضي زي مثلا يقوم من الفعل ايه قام مش كده الفعل يقول من قال وروح جابين منها اصل الكلمة قول ليه الواي القاف والواي والليم يصوم من ايه صامة هنجيب الماضي منها بعد كده نروح جابين ايه صامة صوم صوم فهنا بنجيب الافعال لو مضارع هنجيبها في الماضي لو امر هنجيبها في الماضي ونبدأ نجيب اصل الكلمة لو كان الكلمة دي مستنة او جاءت الكلمة جامعة لو هي مستنة او جامعة هنجيب المفرد لها يعني بنمسك الكلمة الرد للاصل بتاعها مستنة هنجيبها للمفرد جامعة هنجيبه للمفرد زي مثلا الرجال من كلمة رجل الرجال هنا جامع هنجيب المفرد بتاعها رجل الرجلين برضو هنجيبها أصلها الرجل البيوت بيت فهنجيب الكلمة لو هي مستنة أو جامع هنردها للمفرد لو كانت بعد كده لو رقيت الكلمة مؤنسة هنحولها يعني العكس أول ما تلاقي الكلمة فيها حاجة معينة بيجيب عكسها على طول جامع بتحول لمفرد مدارة أو أمر بتتحول لماضي اسم بنحولها لفعل طيب مؤنسة هنحولها لمزطر زي أخذت هنشيل تاقي التأنيس ونحط فيه أخذات بنشيل تاقي التأنيس ونخليها أخذات بدأت هتبقى بدأة بنشيل تاقي التأنيس فهمت من فاهمة طيب لو كانت الكلمة للمتكلم أو للمحاطب منحولها للإيه؟ هيبقى رائس إيه؟ للغائب يعني متكلم هخليها غائب مثلا أقول أعمل أعمل من اللي هيعمل؟ أنا أنا يعمل يعمل هو يبقى أنت لما تلاقيها هنا للمتكلم أعمل أنا يبقى يعمل هو خلاص؟ أكتبه أنا يبقى يكتبه من بعد كده نقول كتبه طبعا المضارع قلنا بنحوله للماضي فإحنا بلمشي خطوات للكلمة عشان نجيب أصلاح يبقى تاني لما يكون للمتكلم أجيبه للغائب أحفظها كويسا متكلم أحوله للغائب مش موجود طب وبعد أما أحوله للغائب في المضارع فقوم جايبة منه الماضي أعمل أعمل يعمل عملا أكتبه يكتبه كتبه باب الكاف فصل التاء مع الباب أو فصل التاء مع مراعاة الباب باتنين صح خلاص فيه برضو لو لقيت الكلمة فيها حروف زيادة بنعمل إيه في حروف زيادة احنا خدنا طبعا المجرد والمزيد وعرفنا يعني مجرد يعني إيه مزيد وعرفنا إن المزيد في منه حرف في منه زيادة حرقين في منه زيادة تلات حروف زي است حروف التلاتة دول بنحزف الحروف دي وبعد كده بعد ما نحزفها بالرد الكلمة إلى مجردها السلاسي أو الرباع يعني نجيب أصلها في السلاسي أو الرباع على حسب الحلمة زي استخرج طبعا أول ما نشوف استخرج دي على طول الحروف الثلاثة دول دول الزيادة استخرج نشيل است بقى اتخرج انتصر هتبقى ايه أصلها نصر يبقى زيادة حرفين الألف والتاء خلاص فهمتوا نطمئنا دي بتيجي كتير في الامتحان اطمئنا اطمئنا هنشيل الألف تبقى طام أنا تدحرج ضحرج وزيادة التاء فالحروف الزيادة اللي في الكلمة بنحذفها نجيب أصل الكلمة سواء كان تجريدها ده سلاسي أو الرباع يعني ده حرج الأصل بتاعه هنا أربع حروف يبقى ده رباعي واس واسا من وسواس يبقى هنا واس واسا ده أصلها مجرده رباعي طيب انتصر هنشيل الألف والتاء فاتنصر دي أصلها التجريدي هتبقى مجرد سلاسي ناخدنا المجرد اللي هو خالي من حروف الزيادة في منه مجرد سلاسي في منه مجرد رباعي مجرد رباعي زي ضحرج ووسوس وعس عس طيب السلاسي اللي هو مكون من ثلاث حروف في الأصل تمام في حاجة تانية لو كان في الكلمة حرف محذوف بنرجعه تاني خلاص زي ايه لما أقول هنا نوم اللي هي كلمة نوم دي لو جاب لي قال لي نم أو قل من طول أو طول أو نوم بيع في هنا حرف تشال اللي هو الياء بيع بيع يبقى احنا بنرد الحرف المحذوف لو كان في حرف محذوف يعني الزيادة بنشيلها بنحذفها ونجيب أصل سلاسي مجرد أو رباعي مجرد لو كان في حرف متشال هتبقى باينة هي البيه ولاينة هي تجابها لك كده مش معقولة طب هو جايبها لي حرفين بس وانا المفروض أقول باب كذا وحق وفاصل كذا مع مراعاة كذا يعني ثلاث حروف طب هو جايبها حرفين يبقى في حرف هنا ناقص الناقص ده أو المحذوف ده بنرده ونرجعه تاني اصلاها بيع باب الباق فاصل الياء مع مراعاة العين طب لو كان في الكلمة حروف مضاعفة زي ما بقول مدى وشدى خلاص أعمل ايه بجيب التضعيف ده بفك كأننا بنعمل اللي هي اللي هي بنفك الحرف المشدد طبعا هنعارفين الشدد دي وبرا عن الحرفين واحد ساكن والتاني متحرك بقول مدى دا ساكن ومتحرك هنحط الدال مرتين مدى دا وبتيجي برضو كتير في الامتحان حيانة كتير برضو بتيجي الحرف المشدد دا يبقى فيه حرف محظوظ لا بس انا لما اجا انطق الكلمة واقول مدى مدى شد دا عمتا هيبقى فيها دال عارفوا دال مدى شد دا ممكن حطة فاحنا لازم ننطق الكلمة كويس عشان نقدر نميز هل فيها شدة ولا مفهاش لان احنا هنا خدنا في الرقم اللي قابله اللي هو بيع جاب لك بيع اللي هي الباق والعين دي معنى كده ان فيه حرف مشدد لا دا فيه حرف محظوظ ايه هو اللي هو حرف الياء معايا في النقطة دي عشان نحنش يطلب معايا طب ايه اشرح بس يعني مغير مسأل يبقى هنا الباق والعين مهم جدا لدرس دا مهم الباق والعين هنا هتلاقي فيه حرف ناقص حرف ناقص غير لما اقول حرف مضاع الناقص بجيب الحرف اللي ناقص فيه بيع بيع نوم يبقى هنا فيه حرف ناقص بالردو لكن هنا مش حرف ناقص دا حرف زيادة احنا هنفك التنديل اللي هو الشدة دي هنفكها بقول ماد دا تبقى ماد دا لا دا لدال شدة شدة دا لدال مرتين حقا حقا قا حبا حببا طبعا هي الباق دي الشدة اللي هي فكناها يبقى هنقول باب الحاق فصل الباق مع مراعاة الباق باب الحاق فصل القاف مع مراعاة القاف باب الشين فصل الدال مع مراعاة الدال تمام طب لو كانت الكلمة معتلة جات معتلة يعني ايه؟ يعني فيها حرف علة معتلة يعني فيها حرف علة في الوسط أو في الآخر هنا طبعا خدنا الحروف المعتلة دي في الكلمة خدنا أنواع الأفعال المعتلة في السنة اللي فاتت وعرفنا أنه فيه لما بيجي في أول الكلمة بيبدو يسمى إيه زي واقفة مثلا ما يكون في حرف علا في الأول بيسمى إيه هنا أخدنا أنواع للفعال المعتلة ولما بيجي في الوسط بيبالي اس ولما بيجي في الآخر بيبالي اس حد يعرف حد يعرف لما يجي في الأول بيسمى إيه طب أفكركم بالأسامي وانتوا تقولوا هم كانوا ثلاث أنواع للفعل المعتل مثال وأجوف ونواقص طب لما يكون بقى في أول الفالي محرف عل بيسمى إيه مثال مثال برافو عليك طب لما يكون في الوسط أجوف طب لما يكون في الآخر ناقص ناقص تمام كده يبقى دي الحروف العلة اللي موجودة في الفعل لما بيجي في الأول بيسمى مثال لما بيجي في الوسط بيسمى أجوف لما بيجي في الآخر بيسمى ناقص طب لو جات الكلمة فيها حرف الحروف العلة دي بنعمل ايه لو كان في الوسط أو في الآخر مثلا بالألف هنرد الألف إلى أصلها أصل الألف يقيم ما هيكون و يقيم ما هيكون يا تاني طب بنعرفه إزاي وبنحوله إزاي ركزوا في الكلمة دي عن طريق إما عن طريق إما أن يكون المضارع أو المصدر بتاعه زي ما بتقول إيه زي مثلا ها لا ده فعل إيه هل ده فعل صحيح؟ مش حرف علم؟ طالة وصامة في حرف علم هناك إيه أجوى صح؟ طب الألف هنا هحولها الإلياء ولا الواو هقول قيلة طالة هنجيب الماضي منها الأول عشان نعرف أصلها أصل المضارع خد بالكم نقطة دي كويس لما يجي الفعل الماضي هنا وجه في ألف حرف علم في النص بجيب الماضي بجيب منه المضارع عشان أقدر أعرف أصل الألف دي إيه؟ يعني قال المضارع منها إيه؟ يقول يبقى أصلها إيه؟ واو واللياء واو يبقى معنى كده أن الواو دي هي أصل الألف العل قال يقول قاولا قال يقول قاولا جات ثلاث حرفه يبقى باب القاف في أصل الواو مع مراعاة اللام خلاص؟ سما هنجيب المضارع منها يسمى سمو سما يسمى سمو باعة يبيع ها؟ بيع نام نوم نام نوم يبقى الألف هنا أصلها واو هتبقى نوم باب النون فصل الواو مع مراعاة الإيه؟ مع مراعاة المين تمام فيه أي سؤال في المكشف في المعجم لا يا مسلم فيه حد لسه مستصابه لازم تكون عارفه كويس لأن زي ما قلت لك هيجي السنة الجاي كمان معك في الانتحانات أي سؤال فيه تعال شوف كده بعض الكلمات اللي هي تشفنا عنها في المعجم الملزمة دي معاك هتلاقي فيها الكلمات دي أغلب الكلمات هيجي يعني مش هيفرب اللي بتحملناها كلمات دي بتجي يعني كلمات كتيرة فهتلاقيها موجود معي يستجيب قلنا قلنا ده فعلا مدارة كده هتبقى أصلها إيه هنجيب قلنا إيه لو مدارة قلنا احنا بفتكر أيوة احنا نجيب القايمة اللي احنا عرفناها وهي لو كان كذا نعمل كذا طب هنا ده مدارة بنشوف نوعه مدارة يبقى المدارة هنحوله للايه للماضي صح كده يستجيب هتبقى إيه استجابة لما قول استجابة است يبقى فيها إيه غريب مزيد صح من أحمد زيزو تحد اسمه أحمد زيزو يستجيب من الفعل استجابة هنشيل است تبقى إيه جابة طب الألف هتتحول لواو عرف العلة وانتوا زي بعملها يبقى أصلها الجيم والواو والباق يبقى باب الجيم فصل الواو مع الباق خلاص يستعين من استعانة الماضي ونشيل اس تعانى عون عرفتوا زي بجيبها يستفيد استفادة فيدة يستجير استجارة جور احتياجات هنجيب ده اسم يبقى نحوله للإيه للفعل تبقى حاوة جا يبقى باب الحاق فصل الواو مع الجيم مجالات مجالات ده فقه اسم بنحول الاسم لفعل صيانة بنحول اسم إلى فعل يستهين ده مضارة هنجيبه في الماضي يستهين استهانة بنشيل است تبقى ايه هانا هانا والواو اللعي اللا بدي تحول ليه واو استهانة هانا هون تبقى باب الهاق فصل الواو مع الايه مع النون تمام فهمتوا زي بنحول بنجيب الكلمة بنقعد بنفضل وراها لغاية لما نجيب أصلها وأصلها ده بيكون تلات حروف طب لو الكلمة حرفين بس يبقى يا إما هيكون الحرفين دول في حرف ناقص محزوف هنرجعه تاني يا إما هيكون الحرف ده مضاعف زي مادة حرفين اهو بنضطر ان احنا ننطقها ونشوف كل دي كلمات اهيه يتاخذ هنجيب الماضي منها احنا قلنا مضارع هيبقى ماضي هنجيب الماضي اسم هنجيب الفعل مسنى هنجيب المفرد جامع هنجيب المفرد منه معتل هنرد لأصل الحرف العيلة ده اللي احنا خدناه من شوية تمام طب لو جاب لكلمة هبة هبة دي مش اس هبة اس بنحولها الفعل تباية وها با باب الوا وفصل البا مع مراعاة فصل الهاء مع مراعاة البا تمام في اي سؤال في المعجم ايه مرسي شكرا طب نيجي بعد كده للميزان الصرفي طبعا انا قلتلكم قبل كده ان الميزان الصرفي ده اللي هو بنوزن عليه الكلمة حاجة بنوزن عليها الكلمة طب بنوزنها على ايه على طلت حروب اللي هي ايه الفا والعين واللام فا عالا فا عالا هو ده الميزان اللي بنوزن عليه الكلمة فا عالا الفا والعين واللام الفا والعين واللام كتباء فعلاء شرباء فعلاء يبقى هنا تلات حروف بنوزن عليها اي كلمة حتى لو كانت الكلمة دي فيها حروف زيادة بننزل الزيادة في الميزان الصرفي الميزان اللي بنوزن عليه ده في الزيادة في الكلمة بنجيب الكلمة ونحطها على فعلة والحروف الزيادة اللي في الكلمة بنحطها على الميزان نفسه زي ايه؟ ضح رجاء وفعلة دي تلات حروف طب ضح رجاء كم حرف؟ أربعة ضح رجال فعلا نحط الثلاث حروف مع بعض والحرف الزيادة بننزله تمام الحروف الزيادة زي ما قلت لك بتنزل لو موجودة في الكلمة حروف زيادة عن الثلاث حروف بننزلها في الميزان الصرف نحطها طيب نجي نشوف الحروف المحزوفة بنحزف الحرف اللي بيقابلها في الميزان زي ما قلت لكو فعلا ممكن نحزف من الفق والعين واللام ممكن تبقى فل ممكن تبقى عل على حسب الكلمة اللي هو جابها مثلا المثال قل أصلها ايه طالة على وزن فعلا طيب ايه اللي تحزف طالة فعلا نروح عملينها بالقلم نمسكها بالقلم كده على جن قلم رصاص ونشوف فعلا طالة فعلا طيب ايه اللي تشال حرف الالف صح مش كده حرف الالف اللي تشال قل طالة طيب طالة على وزن فعلا طب اللي تشال في النص يبقى يقابل الالف هنا ايه في الميزان اللي بيقابل الالف في الميزان الصرفي العين العين يبقى نشيل العين زي ما تشلت هنا في الكلمة اللي جيبها لك قل على وزن ايه قل قل على وزن ايه قل يبقى شلنا العين يبقى ازاي بعمل ايه في الميزان الصرفي يبقى الحرف المحزوف بحزف من الميزان الحرف الزيادة بضيفه على الميزان بقى تضيف رصة الكلام خلاص يبقى تاني عشان نخلي بالنا ان في الكلمة الوحدة ممكن ان يكون بياه حروف زائدة وحروف محزوفة مثل استفد هنجيب ايه منها الماضي مش كده استفد على وزن استفل جبناها ازاي هنردل في اسم للايه نرجع للفعل الماضي من الاسم نفس بعد كده نجيب اصله بعد كده نوزنه زي ايه مثلا محمود نقولنا اسمه هنجيب منه ايه قلنا لما يكون الكلمة اسمه هنوزنها على ايه على الفعل بتاعه هنقول محمود اصله حمد على وزن فعلة طيب هنقولها ايه بقى هننزل ايه حمده نقصة كلمة نقصة حروف ايه الميم والاي والواو مش كده في حروف زيها ده هنحطها في الميزان الصرفي برضو طيب بصوا هنا دي برضو كلمات في الجدول جاب لك الاصل التها والحروف في الزيادة خلاص ولو في حروف محزوفة بيجيبها برضو كلمة المعابد احنا قلنا لما بتيجي اسم بتحولها لإيه لفعل لو اسمها نحلها نفطها لفعل المعابد من عبدة المعابد من عبدة ايه الحروف الزيادة الالف واللام صح والالف الزيادة دي لالف المد ثلاث فروف ايه خلاص يبقى معابد على وزن ايه نوزين على وزن ايه مفاعل ايه فاهمينها ولا اعملها لكم على الويت بورد شوفة مو أكثر بيحد لسه مش ميه مش رحة اتا من نص حد مش واضحة بالنسبة له طيب قم قم فعل امر قلنا لو فعل امر بنردوا الفعل بيه الماضي قم من قامات طيب قامة على وزن فعلة هنشيل الالف اللي في النص دي من الميزان هتوبقى ايه فل يبقى كل على وزن فل خلاص عد من وعدة هنشيل برضو الفعل بتاعة الكلمة هنشيلها من الميزان الصار تمام دي كلها بقى ايه تدريبات تعال نشوف كده التدريبات دي ناخد قطعة من هنا وناخد من كتاب الامتحان برضو جمانا اكرى ايه كده رقم 16 بدأ الاوروبيون الاعتداءات بدأ الاعتداءات القطرة علينا بالحروب الصلابية منذ سنة 1997 1097 1097 ميلاديا لمدة 200 عام واتبعها بالحب الاستعمارية في العصر الحديث وزرع العصابات الصهيونية في وطننا فلسطين سنة وقد ثبت ان هؤلاء المجرمين لا يعرفون غير لغة القوة ويجهدون النصب السياسي والكذب والخدايا كما ثبت ان الطبيات لا كلام افضل طرق الحرية فهجب ان نقاتل عن حقنا ولا نخشى الا الله فكما مستعمر انقهرناه باذن الله طيب بالنسبة هنا للاعتداءات ما اعراب الاعتداءات احنا قلنا لاحظة يا جماني احنا قلنا في الكورس وقلنا ازاي نعرف الكلمة لما يجي تحتها خط نعرفها ازاي كلنا ننتبه قلنا الكلمة اللي تحتها خط بنحدد نوعها هي اسم ولا فعل دلوقتي اسم ولا فعل الكلمة دي اس طيب الكلمة دي لما جات اسم وقعت في انه جملة هنرجع تاني لبداية الكلام اي جملة بتبدأ من الاول اي جملة عشان نعرف اسمها ولا فعلية بجيبها من الاول يا اما مثلا انا جالي مثلا كلمة بالحقبة دي دي كده هقوم راجعة من اول السطر احنا اجيب اعرابها لا برجع لقرب فاصلة الفاصلة الاولانية دي دي اول الجملة نشي فهنا واتبعوها واتبعوها هم بالحقبة طيب هنا في حرف باق والباق من في روح الجر يبقى اقرب حاجة هنا حرف الباق ده هي اسم طيب واتصل بيها حرف الباق يبقى على طول هقول اسم مجرور بالباق وعلى مجره الكاسم بقى انا عارفت عارفها طيب كلمة الاعتداءات الاعتداءات اسم طيب وقعت في انهي جملة هنرجع في بداية الجملة فين بدأ من اللي بدأ الاوروبيون بدأوا ايه الاعتداءات طيب في الحالة دي هقولها ايه جميلة وقعت في انهي جملة فعالية طيب الفعالية دي عبارة عن ايه يا اما هكون اس يا اما هكون فاعل يا اما هكون فاعل اللي قم بالفعل اسم فاعل في الاعراف بيكون مرفوع واللي وقع عليه الفعل بنسميه مفاول به هنا وقعت ايه مفاول به مفاول به واعلنت نصبه الكسر لانه جملة مؤنس سلام تمام طيب هيا الاعتداءات جمعة مؤنس سلام ها طيب في كلمات بتبقى فيها حرف التاء الاخر الف التاء ولكن مش جمعة مؤنس صح زي مثلا كلمة زيتون كلمة زيتون اخرها ايه وهو نون هل معنى كده ان هي هتكون جمعة جمعة مذاكر سالم او كلمة بستان هل هي مسنة بستان اخرها الف ونون يبقى اخرها هي مسنة لا طيب يبقى ايه بقى يبقى معنى كده ان احنا نخلي بقى لو هي معنى ان هي فيها الاف ونون معناها ان هي مسنة لا لم ناخد بقى من الكلام ام قول بستان يبقى البستان هنا مش مسنة وهي كلمة عادية فالس ما يفعش التسنير كلمة زيتون دي كلمة برضو ليست جامع ما ينفعش نقول عليها جامع مظافر عشان اخرها هو ونون تمام طيب مين اللي هيجاوب لبعدها وقد ثبت ان هؤلاء المجرمين لا يعرفون غير غير التالبين احنا ممكن نكتب في الشات عشان كلنا نشتغل في رأيكم نكتب في الشات كده كلنا ان نجاوب احنا شوفي الاجابات كلها طبعا زي ما قلتلكم هنشوفها في جملة ايه وبناء انا عليه هنعرف الكلمة دي موقعها ايه في الجملة بس بسرعة استرعوا كده عشان ما نستغل الوقت ها في نجابات تمام يا جمال يلا يا شباب نشغل موخينا شوية نسترعب الموضوع مش مستاهل لان احنا نقعد كل ده احنا قلنا من حدد نوع الكلمة وبعد كده بنشوفها وقعت في ايه جملة اسمية ولا فعلية وبنعرف بسهولة دي موقعها ايه في الجملة هل هي فاعل هل هي فاعل هل هي مفاول به هل هي مبتدأ هل هي خبر طب مالعيناش الحاجات دي يا ايه ما هتكون زوائد بقى على الجملة الفعلية والاسمية ايه زوائد دي احنا قدنا قلنا ممكن تبقى مضاف ليه ممكن تبقى حال ممكن تبقى نعت على حسب الكلمة اللي هتيجي ممكن تبقى مطلق مفاول لاجله على حسب دي بقى ايه معناها دي هنا الكلمة هنا اه موقعها ايه في الجملة يعني مش معقولها بقى شغالة مع جمالة بس الجمالة بس اللي بتجاوبني فين الباقي معايا تسع فين التمانية للباقيين يعني مش محتاجة تفكير من عمال عيد وزيد في الشرح عمال اقول مجرد ان احنا بس هنبدأ ان ننتبه ونشوف كلام اللي انا بقوله ده طبقوه على الكلام لا يعرفون مين اللي هيعرفهم هيعرفوا ايه غير اللغة يبقى هنا غير زيد تاني بايه مفاول بيه ايه ايه صعب في كده طيب عايزة استخراج من العبارة بسرعة كده بقول لكم فعل مجرد واحنا عرفنا المجرد ايه هو ايه المجرد لو الخالي من حروف الزيادة في مجرد ثلاثي في مجرد رباعي عايزة بسرعة استخراج فعل مجرد طالما قالك فعل مجرد هتمشي على الافعان متعاطر تقرأ الخلاص هتمشي على الافعان وتقول شوف الكلمة دي بيحفف زيادة ولا لا بدأ براف بدأ تمام حلو جدا شكرا جمانا شكرا ايه تاني حد عنده ايجابة تانية اه مش سهل يوسف نانسي يوسف كان مجاد اه يوسف مرة بشكر يوسف بشكر دومان انتو دتين قلت صح بدأ طيب عايزة ده بدأ ده ايه نوع ايه مجرد ايه نقلنا المجرد اما سلاسي اما رباعي طيب بدأ انت قلت بدأ ايه يوسف نوع ايه مجرد ايه اه مجرد سلاسي برافا عليك شكرا نجمان طيب عايزة فعل مزيد بحرف هو عايزة فعل مزيد بحرف واحد ايه هو هتدور برضو مع الافعال هنا تبشي واحدة واحدة كده وتدور في عندك برضو الفعل ثبتة ده كان مجرد سلاسي وفيه نقاتل احسنت يا جمان نقاتل من قاتلة فينا مزيد بحرف واحد طيب عايزة مزيد بحرفين تبعوها طيب حول الارقام في الجملة الاتية الى حروف عربية طبعا دي سهلة وعملناها فالقل لازم يجاوز بالكلام ده ممكن نكتب بس الرقم والتمييز اللي بعده نكتب من اول هنا يلا سريعا كده نركز مرة على اغتصاف فلسطين 53 سنة هنكتبها ازاي ده عدد مركب مدام عدد مركب يبقى التمييز اللي بعده هيجي شكله ايه اشتركوا في القناة طيب جماني قالت مرة على اغتصاف فلسطين 53 سنة السنة دي هنكتبها ازاي يا جماني نحط لها ايه التمييز هيبقى مفرد ايه افكركم به تاني التمييز لما بيجي من 3 ل 10 بيكون جامع مجرور من 3 ل 10 جامع مجرور المركب والمعطوف والألفاظ العقود للخمسين وستين دي بتكون مفرد منصوب طب امتى يجي مفرد مجرور مع المئة والمضاعفاتها يبقى نقول سنة دي هنقولها ازاي والمضاعفاتها الان اونه ترجمة نانسي قنقر